بالنسبة لفكرة أنه اليوم هذه القناة ستؤثر على هوية إسطنبول التاريخية حضارة وشكلا يعني كيف؟ بالعكس الدول في النهاية التاريخ والحضارة يبقى في مكانه وتبقى في طبيعتها القناة صنعت لأسباب تجارية وأسباب أمنية أم ماء في تركيا شكل إسطنبول لن يتغير بوجود قناة أو عدم وجود قناة لن يتغير لا بالإجابة ولا بالسلب المناسب يعني لن نجد تاريخ التركي أصبح انتقل إلى غرب إسطنبول بسبب ستصنع مناطق سياحية جديدة كليا عن المناطق الموجودة التاريخ شيء والسياحة شيء مختلف السياحة الحديثة هي عبارة عن مباني جميلة وجديدة ومرتفعة لكن من يأتي لرؤية التاريخ والحضارة سيبقى كل يوم يذهب إلى مناطق تاريخية في إسطنبول كما يحدث الآن بالعكس أنا أعتقد أن هذه القناة وهذا كثير من التقارير تكلمت عنه هناك ازدحام جدا شديد في المناطق التاريخية في إسطنبول بل هناك شكوى من الدولة أنها لم تستطع أن تقنع الناس حتى اللحظة بتقليل التوجه نحو هذه المناطق والعودة أو الذهاب إلى غرب إسطنبول أنا أعتقد أن هذه القناة ستكون فرصة لنقل حوالي مليون نسمة كمقيمين قلتك بشكة سياحة كمقيمين ينتقلوا من تلك المناطق لتخفيف الازدحام في منطقة إسطنبول الكبرى أو إسطنبول التاريخية هذا أولا ثانيا موضوع الذي طرحوا بالمناسبة هو ليست غير هوية إسطنبول فقط تاريخية حتى موضوع السكان قالوا سيزيد عدد سكان إسطنبول بحوالي 2 مليون نسمة بسبب القناة وهذا كلام عاري عن الصحة فالانتقال إلى إسطنبول هو أمر دائم منذ تأسيس الجمهورية التركية بل من قبل الجمهورية التركية الأتراك يعتبرون الوصول إلى إسطنبول هو وصول إلى بلاد المال والدعاء والراحة لكن هذا الأمر مستمر قبل القناة وسيستمر بعد القناة بل إن القناة قد تكون فرصة لنقل الهجرة واللجوء الداخلي أو الهجرة الداخلية في تركيا من المناطق القديمة والتاريخية إلى المناطق الجديدة ستتسبب القناة بإنشاءها البعد الثالث والأهم هناك جزء إلزامي سينقل يعني هناك مواطنين أتراك سيجبروا على الرحيل من مناطقهم والمناطق التي فيها ستزال بالكامل وتحول إلى حدائق عامة لأن هذه المناطق هي عبارة عن مناطق تقع بالضبط فوق خط الزلازل داخل إسطنبول ولا نذكر هنا أحياء حتى لا يحدث ربكة هناك أحياء سيتم هدم جزء كبير منها هذا على طول خط القناة سينقلوا إلى أطراف خط القناة سينقلوا من مناطق الزلازل إلى مناطق الأطراف القناة وليس العكس جميل